قد يبدو هذا وكأنه تجمع لأعضاء مخلصين لحزب أثناء عزف النشيد الوطني لكن هذا يوم رياضي على التراز السوري يهدف لغرس القيم في الجيل القادم للدفاع عن بلده والرئيس الأسد هناك حتى مشهد درامي لجندي يموت على الجبهة هذه المسابقة التي تعقد في مدرسة بدمشق تأتي مباشرة بعد عودة الوفد السوري من محادثات السلام في جنيف والرسالة هناك كانت هي نفسها مثل الرسالة هنا أن مستقبل الرئيس الأسد ليس محلا للنقاش تواجهت للقاء حد قادة الوفد الحكومي في المفاوضات إذا كانوا يعتقدون أننا سنذهب إلى جنيف لتسليم مفاتيح دمشق لتلك المجموعة المعارضة الصغيرة فهم مخطئون سنكون جاهزين لكي نجلس سوية مع المعارضة السورية ولمناقشة مستقبل البلاد معا لكن الشعب السوري هو من يمنح السلطة لرئيسه وحكومته ومؤسساته ولن نسمح بحدوث أي قرق لذلك ما دمنا على قيد الحياة مصير وأصحاب هذه الملفات كان أحد القضايا التي لم يتم التوصل لحل بشأنها في جنيف المحامي أنور البني قال لي إنه لم يتوقع أبدا أن يتم إطلاق صراح المعتقلين السياسيين هناك ألاف الأشخاص المختفين منذ عامين لا أحد يعرف عنهم شيئا المزيد من الأشخاص اعتقلوا هذا الأسبوع من بينهم زميل البني هل هناك إمكانية لمعرفة عدد الأشخاص الموجودين في السجون حاليا؟ بناء على إفادات شهود العيان عن عدد من اعتقلوا في هذا المكان أو ذاك نعتقد أن عددهم يصل إلى 200 ألف شخص ريم ناصري تعرف تماما أين تقف في صف الحكومة هذه المغنية المعروفة ترغب في أن تكون في أفضل حالاتها وهي تستعد لتسجيل أغنية وطنية للجيش تقول إن هذه رسالة حب تقول لي إنها تربت على حب بلدها والجيش فهو يضمن أمننا كما تقول ويجب على جميع السوريين أن يلتفوا حول هذه المؤسسة العظيمة نفس هذه الرسالة تنطلق من مكبرات الصوت في هذه السيارات التي تجوب شوارع دمشق يوميا الآن هذه رسالة من حكومة تؤمن بأنها تنتصر وترغب في ضمان أن يعرف الناس هذا لا يهم إن كانت المحادثات في جنيف قد فشلت أو ما إذا كان الغرب قد عاد للحديث عن تسليح المعارضة الحكومة هنا مؤمنة بأنها باقية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر